أول حاجة عندي كلمة STOL كلمة STOL يعني كشك ده الكشك اللي بيبقى موجود في الماركت موجود في السوق وإحنا بنشتري منه حاجات ده بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه STOL أما للمتجر يعني إيه؟ متجر يعني STORE يبقى STOL ده عبارة عن كشك صغير إنما STORE يعني متجر ممكن يكون طبعاً المتجر ده إيه؟ متجر ده كبير بعد كده عندي كلمة SHOPPING 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 اللي هو التسوق وعندنا SHOPPING MALL مركز تسوق وSHOPPING AREA يعني منطقة تسوق يبقى عندي كلمة SHOPPING يعني التسوق وسواء كانت مول أو كانت AREA بعد كده عندي كلمة زر أو زرار اسمها POTON POTON يعني زر أو إيه؟ أو زرار أقول لك مثلاً PRESS THIS BOTON PRESS THIS BOTON يعني اضغط على هذا الزر أو دوس على الزر ده اسمها إيه؟ اسمها POTON بعد كده يا حلوين عندي كلمة TRUNK 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 اللي هو الخرطوم بتاع الفيل اسمه إيه؟ اسمه TRUNK TRUNK يبقى اللي أنتوا شايفينه ده اسمه إيه؟ اسمه TRUNK أوكي؟ بعد كده عندي كلمة سيل سيل سيلي حلوين لها معنين يعني ممكن تيجي as a noun كاسم معناها شراع وممكن تيجي كVerb زي ما خدناها قبل كده بمعنى يبحر تمام؟ يبقى عندي سيل يعني شراع أو يبحر أوكي؟ بعد كده عندي كلمة قوي يعني إيه؟ قوي يعني STRONG STRONG قوي يعني STRONG طب عكس STRONG إيه؟ عكس STRONG WEAK WEAK يعني ضعيف أوكي؟ يبقى STRONG عكسها WEAK بعد كده يا أبطال عندي كلمة PIECES 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 يعني قطع PIECES يعني قطع PIECES يعني قطع واحدة هنشيل ال S و PIECES هو الجامع اللي هو إيه؟ اللي هو قطع تعالوا نقول الكلمات مرة تانية بس تنردد وزي ما تعودنا نكتبهم في النوتبوك أول كلمة STOLE STOLE اللي هي إيه؟ اللي هي الكوشك STORE مطجر SHOPING تسوق POTN زر أو زرار TRUNK الخرطون بتاع الفيل SELL يبحر STRONG قوي PIECES يعني قطع بعد كده عندي كلمة POSTER 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 يعني ملصق POSTER يعني ملصق تمام بعد POSTER عندي كلمة CLOTH 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 يعني قماش CLOTH يعني قماش هي CLOTH اللي هي الهدوم إنما CLOTH يعني القماش تمام بعد كده عندي كلمة MACHINE MACHINE يعني آلة MACHINE اسمها ايه؟ اسمها machine المachine دي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة في في المصانع بعد كده عندي كلمة رائع او مذهل او مدهش amazing يعني رائع او مدهش او مذهل يبقى عندي كلمة poster يعني ايه؟ poster يعني ملصق cloth يعني ملابس اللي هي القماش cloth اللي هو القماش machine اللي هي آلة او مكينة واخيرا amazing يعني رائع او مذهل نروح للافعال المنتظمة والافعال غير المنتظمة طبعا مش محتاجة افكركم انه الافعال المنتظمة وغير المنتظمة دي في زمن past symbol او زمن الماضي البسيط والفعل المنتظم هو الفعل اللي باضف له d او ed او ied على حسب نهاية الفعل تمام؟ لما الافعال غير المنتظمة لازم طبعا نحفظها اول حاجة verb move يتحرك الماضي منها moved هضف لها d بس ونفس الكلام مع imagine يتخيل لانها منتهية بال e هضف لها d بس يبقى move moved imagine imagined بعد كده عندي finish يعني ينتهي او ينهي الماضي finished tidy up tidy up طبعا انا بصرف الفعل مليش دعوه بحرف الجر يعني up دي مش هاجي نحيتها اصلا هعمل ايه في tidy tidy منتهية ب y طيب قبل ال y متحرك ولا ساكن قبل ال y ساكن فهعمل ايه؟ هشيل ال y وهضيف i ed يبقى tidy up هتبقى tided up paint يعني يلون الماضي painted بعد كده عندي الأفعال غير المنتظمة اللي هي irregular verbs اول verb معايا هو sell الماضي من sell sold sell sold طيب الماضي من buy both ممتازين come الماضي منها came let هتفضل زي ما هي let fly هتبقى flew break هتبقى ايه؟ هتبقى broke نقولهم مرة تانية حلوين sell sold come came let let fly flew break الماضي منها broke